هبتدي مع حضرتك بكورة اليد وكورة القدم الألعاب الجماعية يعني على غير المتوقع عملنا إنجازات فيها كويسة جدا يا رب نكمل كده إن شاء الله ونحصل على ميداليا وابتدي معاك بكورة اليد النهاردة ماتش مهمة جدا مع الأرجنتين الأول طبعا لازم من الناس التي تعرفها أن منافسات الأولمبياد منافسات في الألعاب الجماعية بتبقى أقوى بكتير من بطوات العالم يمكن بس بسسناء كورة القدم كورة القدم بيبقى لها يعني حدود للسن 23 سنة مع بعض الإضافات لبعض اللعابين الكبار لكن منافسات الأولمبياد في كل الألعاب الجماعية بتبقى أقوى بكتير حتى من كاس عالم تعتبر الدور التاني من كاس عالم أكد أنك دخلت المرحلة النهائية مدخب مصر كورترياد النهاردة عنده آخر مباراة في المجموعة مع مدخب الأرجنتين من المباراة طبعا نظريا من المدخب مصر لي أفضلية لكن مباراة مهمة جدا لأنها مباراة ضد التعب وضد التركيز الزهني فرين مصري قد أربع مبارات قوية جدا مجموعة أقوى بكتير من مجموعة تانية وإن كان فيه لغبطة في المجموعة التانية لكن مدخب مصر مجموعته كانت أقوى بكتير وصلنا هي تضم الدنمارك وفرنسا أول وثاني العالم ويتبادلوا المراكز بقالهم 7-8 سنين أول وثاني أولمبياد وكاس عالم مصر عملت مباريات رائعة وكسبت يمكن أول مباراة النرويج في المباراة أكتر من رائعة وتعادلت مع فرنسا أو فرنسا تعادلت مع مدخب مصر طبعا التعب والإجهاد في 4-5 سنين تلعب مباراة بالقوة دي مباراة النهاردة لعبتنا محتاجة بقى تركز عشان نتعادي بيها مباراة محتاجة جدا عشان نضمن المركز التاني في المجموعة علشان نقابل فريق قهد شوية في المجموعة التانية إن شاء الله عندنا أسابات نخاف منها مين اللي احنا عاديين نقول أسطر يا رب يقدر يكمل ومين اللي مش هايح احنا عندنا طبعا من نزلت من التبع عرفة احنا عندنا بيبقى يعني قايمة مصغرة بتلعب 14 لعيف فقط وده يعني عدد قليل في حجم مباريات 7-8 مباريات في 12-12 يوم عندك 7-8 مباريات فطبعا بيبقى ضغط كتير جدد على اللعيبة احنا للأسف بس مهاب السعيد حصل له إصابة قوية شوية في المباراة الأخيرة وخرج برا القايمة ودخل مكانه أكرم يسري المنتخب مصر يعني في بعض الإجهاد بعض اللاعبين اتمنى النهاردة المدرب يقدر يعني المطش النهاردة يديره بشكل بحيث يدي فرصة لكل اللعيبة تلعب يدخل بعض اللعيبة ليس ما دخلتش ويددي بعض الراحات لكن ده طبعا لازم على مش عال حساب نتيجة المباراة ولا عال حساب التركيز اللاعبين اتمنى ان شاء الله النهاردة اللعيبة تخش بالتركيز الكبير ويلعبوا مباراة تدخلوا من شاء الله رب العالمين للدور البعد كده بشكل مسترعيح اشتركوا في القناة